بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المصار وأعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وبهذه المناسبة أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وعن حماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائما حصن أمن وأمان لكل المصريين هذا وبعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مواثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة